ماركتش لار النص الصناس أمر مئيس نسدير فيديو اليوم أيضاً رح نشوفوا الجمل اللي نحتاجوها في الحياة اليومية وطبعاً رح نشرح لكم بالتفصيل طريقة تركيب الجمل إلى آخره ورح نشوفوا بعض القواعد إلى آخره فأنتمنى أنكم تستفادوا من هذا الفيديو ما تنساش طبعاً أنكم تتركوا في القناة تتفعلوا زر الجرس هكذا حتى يعني تدعمونا وتكبر القناة ويستفادوا أشخاص آخرين أيضاً هذا هو بالجملة الأولى وهذه طبعاً رح تعجب البنات أكثر شيء مثلاً أريد أن أقول أكره غسل الأواني بلاشك يكامكتان نفريت ديوروم بلاشك هما الأواني ليس الصحون فقط يكامكتان من الغسل عندي الفعل يكامك لهو الغسل يكامكتان من الغسل نفريت ديوروم نحن نعرف أنه الفعل نفريت ماك وراني وضعت له من قبل يعني فيديو خاص به نفريت ماك يأخذ اللاحقة دان تمام؟ دان أو دان نداكا يأخذ حرف الجر مينة في اللغة العربية يعني لو نترجموها للغة الفصحة عفواً نقوله أنفورو مينة تمام؟ أنفور نفريت وهنا بما أنه عندي الفعل يكامك انتهى بحرف ك اللي هو أحد أحرف فستكتشهب فهنا تتغير دي الخاصة بحرف الجر إلى تي تصبح يكامكتان مينة الغسل على ما أظن كل شي واضح والآن نروح للجملة الثانية لما مثلا فعلت كل ما بوسعي نقول لك المدان قيلني يابتم المدان قيلني يابتم يعني فعلت كل ما بيدي أو كل ما بوسعي احنا حاولت أني نترجمها لكم ترجمة حرفية ال يد الم يدي المدان من يدي قيلني يعني كل ما يأتي من يدي يابتم فعلته تمام في اللغة العربية نترجمها فعلت كل ما بوسعي أو فعلت ما بوسعي سان بنا هار زمان دستكولدون سان أنت بنا لي هار كل زمان زمن هار زمان يعني دائما تمام دستك دستك هو الدعم أولدون يعني أصبحت سان بنا هار زمان دستكولدون يعني أنت دائما كنت داعم لي تمام أو كنت دائما تدعموني كنت شلار حبيت نقول لكم يعني قبل ما ننسى أنه وراني عملت تخفيض بمناسبة بداية العام الجديد اللي حبين يتعلموا اللغة التركية عملت لكم تخفيض إذا حبيتوا تسجلوا تواصلوا معي على الرقم الرقم الواتساب أو الرابط اللي ره موجود في الديسكريبشن بوكس تمام هذه بالنسبة لدورة تعليم اللغة التركية أما بالنسبة لأكوارد أو كود الخصم اللي متعودة أني نشاركوا معاكم من أي براند كان كان اللي ما فهمونيش أو ما فهموش عليها وتواصلوا معي وقالوا لي ما معناه كمثال مثلا براند مثلا نقوله H&M أو Sephora مثلا حبيتوا تشروعوا من عندهم من الموقع الخاص بهم لما تختاروا المنتجات اللي حبيتوا تشروها أو المنتج اللي حبيتوا تشروه في الأسفل تلقاوا كود خصم أو كوبون فهذاك الإطار توضعوا الكود اللي قدمت لكم تمام؟ توضعوه ورح ينقص لكم السعر هذا هو كل شيء وإذا حبيتوا أي براند أنه نشاركه معاكم أو نجيب لكم كود خصم منه قلوا لي في التعليقات ورح نجيب لكم إن شاء الله لما نكون مزاجي معاكر أو يعني مذايقة نستخدم أحد هذه العبارات مثلا نقول لك مورالم بوزوك مورالم بوزوك يعني مزاجي معاكر تمام؟ جنم سكن جنم سكن يعني روحي مذايقة أو أنا متذايق مثلا ما يكونش عندي مزاج أنه نقوم بأي شيء معين نقول لك كيفيم يوك كيفيم يوك أكل مضان تكمش أكل مضان تكمش متى نستخدم هذه العبارة؟ مثلا أنا وعد صديقتي أنه نروحوا للسينما تمام؟ مثلا قبل يومين فاليوم تأتي وتقول لي يلا روحوا للسينما هذي سينما يا قدلم سانسوز باردن يعني انتي عطيتيني وعد أو كلمة فمقولها أكل مضان تكمش أكل مضان تكمش يعني طلعت من عقلي يعني أنه نسيت فهنا استخدمنا ما قلتش أكل مضان تكتر قلت تكمش استخدمنا اللاحقة مش والتي تكلمنا عليها بزاف وعملت عليها فيديوهات كثيرة طبعا عندها حالات متعددة وكثيرة ولكن بالنسبة لهذا الحالة لما استخدمت اللاحقة مش قلت أكل مضان تكمش فهنا يعني لا أعرف كيف نسيت لهذا استخدمت اللاحقة مش سنين لي صحبة تتمك جزال دي سنين لي معاك صحبة تتمك يعني احنا في العميان قولو نقصر ولا نجمع أو ان قولو يعني احتنا تكم كلمة اللي تفهموها كامل ودردش تمام؟ أو الدردش صحبة تتمك جزال دي كانت جميلة يعني كان الحديث معك جميل زورلوك لار برابر أشجاز زورلوك لار زورلوك لار هي الصعاب زورلوك يعني صعاب وحدة ولكن معنا بلش في المفرد المهم زورلوك لار هي الصعاب برابر مع بعض أشجاز يعني سوف نتخطاها هنا قلنا زورلوك لار ولم نقل زورلوك لار برابر أشجاز لماذا لأنه قلنا هنا أشجاز يعني سوف نتخطى ماذا نتخطى؟ نتخطى الصعاب لهذا وضعنا لاحقة المفعول به مثلا لما نروح للمطعم نقول إذا أردت أنه أنا اللي نطلب الأكل نقول بان اسمار اليوروم بكل بساطة نقول بان دان بان دان يعني مني يعني أنا اللي راح نخلص صنب مجدان بار سانا بير مجدم var مجد هي خبرصار أو بشرة تمام؟ صنب مجدم var يعني لدي بشرة لك أو لدي خبرصار لك آخر جملة عننا اليوم بان هاللي درم سان كفانة كما بان هاللي درم أنا أحلها أو أحل الأمر تمام؟ سان كفانة كما أنت لا تشغل بالك أو نقدر نقولها لا تقلق تمام؟ لا تشغل بالك أو إذا ترجمناها ترجمة حرفية كفانة كما لا تضع في عقلك يعني لا تشغل بالك إذن بهذا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو نتمنى أنكم تكونوا استفدتم منه وما تنساوش بالنسبة للتسجيل في دورة تعليم اللغة التركية يوجد فترة 15 يوم فقط من غدا إن شاء الله نبدو نحسبه 15 يوم ونغلق التسجيل ونبدو في الدروس وبعد ما نبدو الدروس أكيد لن أستقبل أي شخص لأنه متعودة أنه حتى نبدو الدروس ويقولوا لي حابين ندخلوا للمجموعة ففي هذا الحالة تكونوا مضطرين أنكم تتاثروا للشهر اللي بعده تمام؟ إذن نكونوكم من الآن درسنا اليوم نتمنى أنكم تكونوا استفدتم منه وما تنساوش أنكم تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس هكذا حتى توصلكم جميع إشعارات الفيديوهات القادمة بإذن الله وتكونوا دعمتوني أنا أيضا نتقي في الحصة القادمة إن شاء الله